سريعاً برضو لقاء نادي الأهلي نادي الأهلي النهاردة عمل مباراة الحقيقة برضو جيدة كان هو الأفضل في فرقه في المستويات الكبيرة كابتن أحمد شوفنا النهاردة برضو خطأ من حجازي ولكن حجازي قدى مباراة الحقيقة جيدة جداً للنهاردة وهدف عمر جمال الأهلي بيقدي بشكل جيد بقاله فترة مع المدير الفاني الجديد مستر مارتنيول بيقدي له شكل له شكل و له شكل هجومي برضو نفس و فيها أخوبات برضو عن نادي الأهلي أكيد يعني شمعنا هبع العزبير كله لأهلي لا المستويب في الظلم عن الراجل شمعنا طيب له شكل مع الراجل وهو واضح أنه كمان بيغير في الأداء الهجومي بشكل كبير وعنده نادي الأهلي بقى عنده في الأداء الهجومي بتاعه يعني مرتقب شكل كبير جداً النهاردة كل يمكن كل 3-4 متشات بيغير من العيبة تلعب في النواح الهجومية النهاردة بيلعب مرة بمؤمن زكريا مرة بعبدالله السعيد مرة بعمد عبدالله السعيد ورمضان مرة بيلعب بالتلاتة بيفونا يلعب عمر جمال يلعب يعني عنده تغيير وعنده قناعات باللي موجود اللي بيقد بشكل جاي ده هو بيسيبه في الملعب يعني أحمد فاتحي الماتش اللي فات واللي قابليه واللي قابليه بيلعب في نص ملعب بشكل كويس سيبه النهاردة يلعب على حسام عشور ما هو النهاردة برضو السؤال ده سؤال مهم جداً النهاردة يعني دايماً عشور غالي غالي عشور النهاردة بيدفع بحمد فاتحي ومحمد هاني يمين وبيخلي عشور احتياطي وبينزل بيعمل تغييرة عشور وغالي في توقيت هو عايز يزيد فيه يعني لو عايز يتحفظ في البداية يا كابتن كان هيلعب بعشور وبعد كده يعمل تغييرة هجومية نص مغالي يمين للزيادة الهجومية ده ما أنا حقول لك بس هو الفترة الثلاث ماتشات الأخيرة لما لعب بأحمد فاتحي في المكان ده أجاد فيه بشكل رائع جداً اللعب أو اشتغل بالشغل الدفاع بتاعه وفوسط الملعب بشكل رائع جداً والتخطيات بتاعته والتمرير بتاعه كان نسبته عالية جداً صحيحة الزيادة فوق كده إنه هو عنده الحاجة اللي هي فوق أداء حسام عشور اللي هو الزيادة العداية في الناحة لجومية والتسجيل أهداف كده كابتن الاثنين بيزيده كده ما عندكش ديفندر لا بس هو بيبقى موجود لا 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 هو موجود على طول هو ملتزم جداً لكن لما بيجي له فرصة للزيادة بيقدر يزيد لأن فيه عارب كده أنا فاتحي أنا بكلم عن أحمد فاتحي الزيادة بتاعته أحمد فاتحي وحسام الاثنين بيروح ما أنا لسه أقول له حضرتك أحمد فاتحي لما بيزيد هو عارف مية في المية إن فيه واحد عنده خبرات لما زميله التاني بيزيد في نفس المكان هو بيزبط في مكان دي تفرق كتير جداً لو واحد غير حسام غالي موجود في المكان ده واحد مش خبرة يعني لكن هم قدروا إن هم يتعاملوا مع الموقف خصوصاً كمان أحمد فاتحي أنا من وجهة نظري إنه في خلال المباريات الأخيرة يمكن من أحسن اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي بيقدي بشكل رائع بيقدي بشكل رائع دفاعياً وهجومياً دفاعياً وهجومياً بصراح يعني بس أنا بس ليه وجهة نظر المشكلة لما يكون الديفندر بيزيد أو بيلعب على الجول أو له بصمة هجومية يمكن أنا شايف إن الفرق ما بين أحمد فاتحي وحسام عشور في الثلاثة أربعة متشات اللي فاتحي وفرق كدير جداً وحسام عشور قال عيب دفندر هايل ولعيب إمكاناته عالي جداً وبقطع وبيفصل هجمات كتير جداً للخصب لكنه ما عندوش الحتة لجومية برضو حسام عشور أحمد عنده برقاءة جومية نعم بنفسه طريق حامد نفس الموضوع أنا لو عايز أكسب ما قدرش ألعب باتنين دفندرين عندهم نفس الإمكانيات لكن ممكن ألعب بقى أحمد فاتحي يعمل لي الحتة الزيادة دي كمان عند ميزة مش موجودة عند حسام غالي إن هو بيشوت ممكن جاب جلين الماتش اللي فات وجاب جلين في ماتش الكاس من الحتة دي إن هو يقدر عنده حتة التصويب دي بيعملها بشكل جيد وسجل منها أهداف فدي حتة زيادة إن كنت تقدر تستغل الخط وسط المدافع عندك اللي هو أحمد فاتحي في الحتة الهجومية دي تزود التيم ما تقللوش هو أحمد فاتحي كل إمكاناته دفعية مش اللعاب المهاري مش اللعاب البصير اللي بيعمل ثرو باس للفرع أو اللعاب اللي بيخترق لا هو لعاب ديفندر ديفندر تقدر تلعب كده كابتن في الدولة المصر لكن ما تدرش تلعب كده في أفراقيا أو قدام فريق شمال أفراقيا الفرع اللي عندها سرعات تدرش تلعب كده لا فيه باتنين رحين لا فيه موبا يعني لازم عشان تمسك نص الملعب هو أحمد مش رايح أحمد فاتحي لكنه بيعمل دي على فكرة احنا متفقين جدا أن أحمد فاتحي عالي يعني دي حاجة الحقيقة أحمد فاتحي عالي جدا لقاءات اللي فاتت وبيقدي بشكل جيد جدا ولكن النهاردة دايما في النادي الأهلي عشان تمسك نص الملعب في وجود حسام عشور أو في وجود واحد واقف في وجود حسام غالي بيروح حسام غالي بيروح حسام غالي في أوقات بيعمل حاجات هو الوحيد اللي فهمها أنا معاك في جنون أنا معاك آه يعني فلازم اللعينه نرجع أن يكون الجهاز الفني عارف القدرات الفرقة اللي قدامه فإدى فرصة أكتر أن يبقى فيه ناحية اللي جميع تبقى زيادة شوي ممكن أكيد هو الراجل شايد يعني اللي أنت حراج بتقوله يعني لو لو النادي الأهلي بيلعب قدام اللي ده بيجاء النهاردة كانش هيلعب بالشكل ده كان ممكن يلعب بحسام عشوري هو اللي يثبت في الحتة دي لأنهم عندهم طبعا 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 حقول لحضرك حاجة أنا النهاردة مثلا مش عارك أبن أحمد بردو تفل معاه ولا تختلف النهاردة يبتدي بإيفونة ولا يبتدي بعمر جمال لا يبتدي بعمر جمال بعمر جمال أنا النهاردة برضو وبتنظري أنه هو ماتش زي ده كان محتاجي يبتدي بإيفونة طبعا ليه بقى لأن ماتش زي ده أنت برضو معاك نص الملعب أو بتمسك أو بتمسك أي سرعات سرعات تشيل من عليك الضغط شوية لأن أنت النهاردة مش هتبقى فيه فرص كثيرة أن عامر ينزل عامر ما عنده سرعات عامر بيلعب في البوكس في البوكس يعني عايز أطراف طائرة على طول زي الهدف اللي جابه عايز شغل مختلف تماما بس أنت عندك سرعات من على أطراف وده اللي أنت محتاج فيه عمر جمال في الحتة دي في حتة البوكس أنت محتاج عمر جمال في الحتة دي أن أنت عندك سرعات وعندك الاتنين اللي بيقدروا يكملوا من تحت وحسام غالي وعبدالله السعيد فأنت عندك الأسلحة اللي تقدر تخترق بيها من على أطراف والأسلحة اللي تقدر تخترق بيها من وص ملعب أنت فقط محتاج واحد لاستغلال كرة من الكرات العرضية ودي الحاجة اللي ما بيجدهاش هو للأسف مش اللعيب اللي بيلعب في البوكس في التمنتاشر وبيتحرك كويس في الكرات العرضية لكن عمر وميز عنده حتة دي حتى كل معظم الأهداف اللي بيسجله عمر جمال عبارة عن كرات عرضية مش اختراقات أو سرعات أنا ممكن أحتاج بس مش زي الماتش ده الماتش ده فعلا كنت محتاج حد رأس حربة صريح يبقى موجود في التمنتاشر بس عمر عرف نقصه عشان عندي خمسة بيخدموا عليه عمر نقصه أنه هو يشتغل كتير جدا من غير كورة في الصندوق عمر ايه؟ محتاج أنه هو يشتغل من غير كورة كتير جدا في الصندوق يعني حدي حضراك مثلا باسم مرسي السنة اللي فاتم كان أعلى رأس حربة مصر وكان بعديه عمر جمال وكان بعديه عمر بس إيه اللي ميز باسم اللي ميز باسم إنه هو كان بيشتغل من غير كورة على طول وبيستلم من الحركة ودي اللي بتفعل معي رأس حربة يعني الناس دائما في الهدف تقول لك إيه؟ والرأس حربة عملي يعني جاءت له كورة حدثة بده بس هو عشان يقف هنا تتحرك تتحرك عشان تجيله فهي دي الحتة برضو المهمة إنه انت تتحرك من غير كورة وتشتغل وتتوقع مكان اللي ممكن الكورة يخد بالك التوقع بتاع المهاجم بيبقى أعلى من المدافع بكتير بيبقى أعلى ساعة من المدافع لأنه هو ممكن يخطف المدافع في جزء من الثانية يعني إحنا دائما بنقول إيه؟ وطبعا الكابتنا حمد بلال من أحسن فالمدافع كابت رد فعل مش فعل ما نفهم عشان كده بقولك هو بيبقى دائما بيبقى أسرع الواقفة بتاعت المدافع هي اللي بتحدد المهاجم حيتحرك فيهن فدائما تلاقي المدافعين دلوقتي كلهم بصين على الكرة بس عشان كده تلاقي معظم المهاجمين اللي بيخطفي إما من قدام المدافع أو من ظهره في جزء من الثانية بيجيب الهدف زي الجول جابوا وراهنا النهاردة يعني الحرك السريع المتري هي وقف جنبه وكرة لعبة خطف نص خطوة بالزبط فهي فكرة التحرك بتاع المهاجم وأنا أتفق معاك طبعا مليون في المية إن هو محتاج دائما المهاجم التدريب بتاعه وعارف الـ 18 دي هي دي الجزء بتاعه زي ما دي جزء بتاع حارس المرمى دي المنطقة دي بتاعت المهاجم اللي هو المهاجم اللي احنا بنقول عليه مهاجم صريح